بعد نزول طائرة الروسية في مطار العاصمة الفنزولية كاركاس على مثنها أكثر من 90 عسكرية روسية بحسب ما كشفت عنه المعارضة الفنزولية تجدد صراع داخلي وخارج بين المعارضة الفنزولية والأغلبية الحكومية المعارضة الفنزولية ترى التدخل الروسي في الشأن الداخلي البلاد مرفوض تماما وتعتمد على أصوات برلمانها الذي تعتبره ممثلا للبلاد تنص المادة الثالثة عشر من دستور بلدنا على أن فنزولة هي أرض سلام وأن أي قاعدة عسكرية أو منشأة عسكرية أجنبية في فنزولة محظورة لأننا لسنا دولة تشجع أي نوع من الأعمال العسكرية الأغلبية الحكومية الفنزولية بدورها والتي يقودها نيكولاس مادورو تعتبر أن التحالف الفنزولي الروسي تحالف تاريخي وشرعي ولا يمكن أن يخضع لأي نقاش لهذا السبب نحن مندهشون اليوم لرؤية هذا الشكل من التصعيد الأمريكي في أمريكا اللاتينية نقول لهم أن إخواننا الروس موجودون في البلاد بناء على معاهدات وتفاقية ثنائية لأنه من حق الشعوب أن تدفي عن نفسها ضد كل تهديدات سرعون إقليمي ودولي على فنزولة بسبب الخلاف الداخلي بين المعارضة الفنزولية التي يقودها نيكولاس مادورو خلاف صنع خلاف دولي بين واشنطن التي تدعم أخوان غويدو وبين موسكو التي تدعم نيكولاس مادورو خلاف سياسي بين المعارضة الفنزولية والأغلبية الحكومية بشأن التدخل الروسي في فنزولا بين من يراه حق مشروع وآخر يراه تدخل في شأن الداخلي الفنزولي محمد الفنيش قناة الغد من أمام الصفارة الروسية في فنزولا ترجمة نانسي قنقر